أجرى صاحب السموة شيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم اتصالا هاتفيا مع فخامته لويس إناسيو لولا تاسيلفا رئيس جمهورية البرازيلة الاتحادية الصديقة اطمأن خلاله على صحته إثر العملية الجراحية التي أجرها فخامته مؤخرا متمنيا له شفاء العاجل ودوام الصحة والعافية من جانبه أعرب رئيس البرازيلي عن شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر صادقة عبرت عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين وشعبيهما وتطرق الاتصال إلى علاقات البلدين وأسبل تطويرها في إطار شراكتهما الاستراتيجية وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأهمية تعزيز التعاون لدعم السلام والاستقرار في العالم مشددين في هذا السياق على ضرورة التحرك الدولي العاجل لدفع تجاه التهديئة ووقف التصعيد في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ترجمة نانسي قنقر